أكد الدول الخارجية الآن تريد تدمير العراق أنت نتدمر الإنسان دمرت العراق العراق مطابوق وحجر وزراعة وصناعة العراق إنسان أخوان أنت نتحطم الإنسان حطمت العراق الآن الفيس دمر العراق لأنه المحرك الفيس المراهقين والمراهقين تبع لهؤلاء الناس والمراهقين بلا وعي والمراهقين بلا ثقافة والمراهقين مع كل ناعقين يريدوا الدمار وبالتالي فإنهم يسكتون وذلك هم بدون اتفاق مجرد أي رأي جميل يقول في العراق خير ينكلبون عليه وينبحون عليه حتى ينهشون ولذلك نحن في خطر كبير ولهذا كثير من الأخوة انزووا وهذا لك أحد الأخوة يقول لك قصص تكتب قضية جميلة يطلع لك واحد يقول لك إيه انت مو شام بيتكو من فلان منطقة وقد تكون هاي المنطقة انت ما شايفها وفاد واحد يجي هبك برايش دي وبالفاد يوم هتشاهد فلان رأيو هات وانت المكان لا شايفه أو مثلا فاد يوم انت شايل البطول سكران واجا واحد أخذ منك وتعاركتوه وضربك براسك بالبطول وهو انت مثلا عمرك مش عارب عنك يعني أنا كتب أنا عمري لم أشرب أشم برائحة الخبر في حياتي واحد قال لي نعم انت مو شين تطلع وما تطلع من الخمارة وشاي البطول فأني عمري بداك الخمارة وعمري لم أشم برائحة الفيرة لا والله لا والله فلذلك واحد يقول انت مثلا المكان واحد يقول خلق خلق تسقيط خلق قصص وناس طبعا التافيين صدقون يعني بس الإنسان اللي يريد شي يتحمل الإنسان اللي يدافع عن ورطة أخوان عن وطنه يتحمل بعض الأحيان يعطيه روحة من أنا مقابل هذا الشهيد اللي راح لي قاتل داعش اللي أعطى روحة وهو شاب هذا رجل كبير هو عمره 22 سنة و 21 سنة وعاف ابنية وعاف أطفال من أنا مقابل هذا الشخص ماذا قدمت أنا مجرد كلمة واستماعتي تشم حكاية وكم واحد فشر وشتم وواحد أوجد قصص كاذبة هذه كلها لا شي مقابل هذا الإنسان اللي يضحى موسيقى